الجيران بين صفاء الماضي وجفاء الحاضر كيف تقرأها اليوم على ضوء الحياة الجديدة دكتور ما المتغير ما المتحول في هذه الثقافة ثقافة الجيرا أو الجيران بمعنى آخر أعتقد أن التحول الذي طرأ في علاقات الجيران هو مرضه إلى تفتت لمجتمعات المحلية المجتمعات المحلية تفتتت وهذا التفتت جعل أيضاً امتداداً له أيضاً تفتت على مستوى العلاقات لم تعد تلك العلاقات التي كانت سائد علاقة تضامنية آلية وإنما أصبحت علاقة تضامنية عضوية بحكم أن هذه الاجتياح العولمة لمحيطنا الاجتماعي دمر مجموعة من الروابط ومن تفاعلات إذن التفاعلات لم تعد كما كانت أصبحنا نعيش سياقات فقيرة في الوقت الذي كنا نعيش فيه سياقات غنية سياقاتنا الغنية مرتبطة أيضاً بامتدادتنا على مستوى المناسبات الاجتماعية المناسبات الاجتماعية تقلصت لم تعد يعني الأعراس يمكن أن يقضي فيها الإنسان سبعة أيام وتتأذر الجيراء فيما بينها لتتعاون وتتقاسم الهموم إذن كل شيء تقلص حتى أيضاً التهاني أصبحت عبرها الوسائل التكنولوجية الحديثة في مناسبات الدينية وفي مناسبات الاجتماعية المتعددة يعني قلت هذه الأشياء كلها أترت وأترت بغزارة على التفاعل وعلى هذا التفاعل الذي هو أساس نعتبر أن التفاعل فيما بين الذي تقلص وبنية تحتية تؤسس لهذه الترابطات التي تقع على مستوى الجيران وعلى مستوى العائلات حتى العلاقات القربية وقع فيها نوع من تفكوك ونوع من تباعد فكيف لا نتحدث عن الجيران إلى غير ديركرا